ايه هي الرموز اللي لما اشوفها في المنام اعرف ان امنيتي او الامر اللي بنتظره خلاص استحال تحقيقه او انه مش هيقضى من الاساس رقم واحد لما اشوف انه ببني شيء وانه سقط يعني اشوف انه انا ببني بيت ببني دور ببني شيء وشفت انه سقط ده معنى انه انا كنت بسعى في امر وبنتظر اكتماله ولكن الامر ده مش هيكتمل ولا هيقضى ثانيا لما اشوف انه انا في سيارة وانه انا بقودها بشكل كويس جدا او بشكل محمود ولكن فجأة السيارة دي توقفت وحتى نهاية الرؤية انا ما شفتش انه هي مش شيء التاني ولا انه الامر تيسر وقدرت انه احركها من مكانها توقفت اعرف انه خلاص يعني سعي في امر ولكن مش هيقضى او مش هي تيسر رقم تلاتة هي رؤية الرقم تلاتاشر الرقم تلاتاشر لازم تنتبه اوي منه وتركز في الرؤية لانه مش اي حد يجي له رقم تلاتاشر يعني امره مش هيتيسر لا انا اخدته ولا فقدته يعني لو رقم تلاتاشر ده معايا وراح ضاع مني او حد اخده هنا يبقى محمود جدا لان هنا ده معناه انه كان توقفه حيزول لكن اني اشوف انه معايا او ان انا اخدته او شفته قدامي ده معناه فيه امر كنت بتمنى اكتماله ولكن الامر ده هيحدث فيه تعصر وحيتوقف تماما رقم اربعة اني اشوف نفسي اني يعني فيه قدم اطول من قدم او العرج بمعنى صح ده للشخص اللي مش بيسعى في صفر لو شاف انه بيعرج يعني لو انا مش بتخطط لصفر ولا الكلام ده ولكن شفت انه عندي قدم اعلى من قدم او قدم اطول من قدم وشفت وضع العرج العرج ده معناه ايه؟ ده عجز عن امر بسعى فيه ان الامر ده انا بدعي به بانتظره بانتظر قضاءه ولكن هاعجز عن الحصول عليه وامره حيتوقف تماما رقم خمسة رؤية عدم القدرة على قضاء الحاجة اني اشوف نفسي اني انا في مكان قضاء الحاجة او اني بحاول اقضي حاجتي ولكن تعصر علي قضاءها او مقدرتش حتى اخر الرؤية مقدرتش اني انا اتم قضاء حاجتي لا الموضوع توقف تماما ومقدرتش اني انا اقوم بالامر ده فده معناه انه سعي في امر هاعجز عن الحصول عليه كمان من الرموز اللي لازم ننتبه ليها هي رؤية انه معايا بنوتة توفت لاني اشوف ان انا معايا بيبي كده بنوتة ولكن ان هي ميتة هنا مش محمودة لان ده معناه ان امر كنت بنتظر فيه البشرة وكنت بنتظر فيه الكمال ولكن الامر ده هيحدث فيه مشاكل هتوقفه تماما الفترة اللي جاية ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء لاخوتنا بن نصر ترجمة نانسي قنقر